نحن في زيارة لأحد مزارع خط الرياض فيها معلومات حلوة تابعوني في هذه الأسنابات يسمونها المنطقة هنا يسمونها الثبر دامًا يكون مستوى أقل من مستوى الشجر بحيث أن الماء اللي يطلع من الشجر يمر على هذا المكان ويتعبه وبعدها يستخدم مرة ثانية في السقي هناك البيوت المحمية يسمونها هذا البيت المحمي ما شاء الله وهو زي ما توقعت زرعين الطماط شو الطماط ما شاء الله تبارك الله على الامتداد على الطماط وهذا التقطير حقه تستمر الجولة الفزاعة مهمة جدا خاصة في فترة أنك تبذر أو تزرع عشان حاصيل ما تجي تاكل هذه الطيور يتجاوبون بسرعة وماشاء الله تبارك الله هذا التركش واو ايوه ردوا بيتك بيتك يابين طلعوا تمشي يابين تمشي شباب لا 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 يالله روحوا عالم الدجاج هذا النوع يسمونها عربي أو عربية يجيك الملونة غير النوع الثاني بنعيد لكم المعلوم مرة ثانية شبت له لا عرف هذا هاي يسمونها البلدي واللي العرف الأحمر هذا البلدي واللي يجيك بدون يسمونها كدش زي هذا كدش هذا كدش هذا يسمونه فرنسي هذا كديك فرنسي مكدش الحين وجه لكم السؤال هذا فرنسي ولا عربي هذا واحد وهذا محبين الأراني شبنا لكم أرنسي هذا ما شاء الله تبارك الله شبه هذا الأرنسي شبه هذا الأرنسي هاي بولا تربية دائما تحط الأراني فيها ماكين الأرض دائما تكون فيها نوع من الصبع عشان ما يبدون يحفرون ونسوونهم بيوت في هذا الشكل شبهوا ما شاء الله هاي انتاج هنا بعضهم سوين انتاج زي آراني وحطوهم في بيوت في هذا الشكل شبهوهم هنا يتربون في صار آراني من جدين وفي كبار هاي شوهم كبار يطلعوا من هنا يلا انطلق ما شاء الله تبارك الله الاسود والأبيض هاي انه يسمونها النجدي والنوع الثاني هاي انعيم وهذه ما شاء الله مقبلة عندي ضعنا مجوع عنيم فتد أكل يبني أكلون هاي هاي جولة بسيطة وريكم الوده بربر يسمونه بربري بربري كله هاي هاي النوعية بربري في نوع فيهم اللي هاي استناء وريه اليكل انتبه معي على الابوه هذا طيب طيب احنا ايش هذيك الغنم ايه الغنم كله اللي هو أسود في أبيض والبني في أبيض كله البيضة الصغيرة البيضة الصغيرة الصغيرة هذا البيضة الصغيرة هناك اللي ما أعطتنا أيوها هذا الام هولندي هذا الام هولندية هولندية 100% ما شاه الله اللي تحتها ابنها بلد ما شاه الله شاه الله ونظار لاجينات أبو نظار لاجينات أبو اي Safi The dad is a boy الاب�� لكن الله كريم وهذه البيض الحلو وهذه البيض الحلو هذه هولندي ما شاه الله تبرك امها الجنوبية هناك البنيات الصغيرة creative فهنا ايوا داه ايوا هود هذه المزان وضي هولندي يعني من منطقة الجنوب يعني؟ إن شاء الله تبارك الله هذه هولندية لديها توقع متاحة ودي برضو لها توقع متاحة إن شاء الله تبارك الله والحساوة دي لسا حاملها قلنا تلت في الليل في البرد فقلنا تلت في الدفع من الداخل إن شاء الله تبارك الله عسى ما يموت ولا يجرى له شيء إن شاء الله هذه عبارة عن نبتة الأراك اللي هي أسواك وهي سبحان الله مرضاتا للرب وإضا مطهارات للفم في كل شي فيها فائدة فبعضهم يستاك بأخصانها وبعضهم يستاك عن طريق إيش العروق شوف بدأت العروق عندها اللون المعروف حق السواك هذا مسواك شوفوا الأرض الرملة اللي فيها أو شي فيها بسيط من الطين سبحان الله تبدأ تتعمر الآن شوفوا ما شاء الله هو نوصل والآن تقاطع أيضا مع عرق ثاني اللي هو المسواك بنقص لكم واحد الآن عشان تشوفونا على الطبيعة المسواك طلع بيها فالآن بنقصها قصها من هنا تدفنونها عشان العرق يحافظ على نموه ولا يتأثرها راح حلوة اللي يبغى يزرع الأراك بالبيت ترحوا المشاتل تشترون آرات موجودة في أصيص اللي هو البلاستيك هذا إذا حطتوه في البيت تقريبا نجلس ما يقارب ست أشهر سبحان الله افتحوا لكم فتحة في الجن شوفوا فتحة هنا إذا اشتريتوا الأصيص هذا وزرعتوه حطتوه بعض ست أشهر اشتهيت يوم تاخذ من الأراك الطبيعي افتحوا فتحة صغيرة هنا شفتوها إذا فتحتوا هذه الفتحة الصغيرة في نفس الأصيص يجون تحفرون لما توصلون للعرق وتختارون قطعة بسيطة وبعدين تخلصون ترجعون المكانة كذا تستخدموا اللزقة تحطون عليه اللزقة بعدين معناتها بيصير عندكم انتاج محلي محدود تقدر تستخدموا فيها